أعلنت سلطات شانجهاي في الصين اتخاذ خطوات لإعادة فتح أكبر مدينة في البلاد بعد إغلاق دام شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا قررت السلطات عودة خدمات الحافلات ومتر الأنفاق بالكامل إضافة إلى خطوط سكك الحديد الرئيسية كما سيعاد فتح المدارس جزئيا بشكل طوعي للطلاب وستستمر مراكز التسوق والمتاجر ومخازن الأدوية في إعادة فتح أبوابها تدريجيا في حين ستبقى دور السينما والصلاة الرياضية مغلقة